مع ذلك الآن سأتحداكم تحدي وأريد منكم أن يتجرأ شخص ويرد عليه نقول للأشعرية عندنا كتاب معروف مشهور اسمه تاريخ بغداد ألفه الخطيب البغدادي جمع فيه سيرة سبعة آلاف وسبعمية وثلاثة وثمانين عالم من القرن الأول إلى القرن الخامس التحدي الآن لن يكون أن يثبت الأشعرية لنا أن أكثر هؤلاء العلماء السبعة آلاف وسبعمية وثلاثة وثمانين ليس التحدي أن تثبتوا أن أكثرهم كانوا أشعرية ولا حتى أقول نصفهم ولن أقول ربعهم لأنني إن قلت ذلك فإني أعطيتكم قيمة عظيمة بل أتحداكم أتحدى الأشعرية أن يخرجوا لنا من كل ألف عالم ذكرهم الخطيب في تاريخ بغداد خمسة أشعرية فقط يعني أنا الآن أعطيت الأشعرية كتابا فيه سبعة آلاف وسبعمية وثلاثة وثلاثة وثمانين عالم أريد أن يخرجوا فقط ثمانية وثلاثين عالم من هذه سبعة آلاف وسبعمية وثلاثة ثمانين أريد ثمانية وثلاثين فقط يعني من كل ألف خمسة فقط أشعرية يثبتون أن هؤلاء أشعرية وإذا فعلوا ذلك يكونون قد أفهموني وأنتظروا منهم جوابا على هذا التحدي كم هو سهل هم يقولون أنهم أكثر علماؤهم أكثر علماء لوم أعطيتهم سبعة آلاف سبعمية وثلاثة وثمانين وأردت منهم ثمانية وثلاثون يعني أقل من أربعين فإما أن يأتوا بها وإن عجزوا فاعلموا أن علماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى المئة الخامسة لم يكونوا يدينون بما يدين به الأشعرية فكيف تصبح بدعتهم دين الله سبحانه وتعالى وما كان علماء أمة محمد إلى المئة الخامسة يدينون الله سبحانه وتعالى بهذه البدعة وما كانت هذه البدعة دينا للمسلمين وأرجو من كل متابع وكل منصف يعرف أحدا من الأشعرية أن يسأله هذا السؤال وأن يقول له أجب على تحدي محمد بن شمس الدين هذا لا شك أن أعداد أهل البدع قد تتزايد مع مرور الزمان فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن وراءكم أيام الصبر الصبر فيهن كقبض على الجمر للعامل فيهن أجر خمسين يعمل مثل عمله قال الذهبي هذا حديث صحيح ففي أيام الصبر هذه تتحول البدعة إلى سنة تنتشر البدعة والذي يصبر على السنة يكون كالقابض على الجمر فلا تزال البدع بانتشار ولا تزال السنة في محاربة محاربة وأهل السنة يعني محاربون في أزمنة متأخرة فإذا زاد عدد أهل أي بدعة من البدع ولم يكن هذا دين الأمة الذي خلال خمسمائة سنة فعند ذلك هذه لا تكون دينا للمسلمين